اهلا وسهلا ومرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قلت لكم فيديو راح اتكلم فيه عن المصانع واللي اتطوره من المصانع هذا الفيديو كان بطلب من حد من المتابعين فدائما لما يكون عندكم اقتراحات لحلقات تريدو شروحات او تريدو تفهموا حقا يكون لها فيديو خاص تكتبوا في الكومنتات كذلك اتمنى انكم دائما تضغطوا زر المتابعة وتضغطوا قرص تنبيهات وتتأكدوا انه ليش ما توصل لكم مشعاراتي لانكم ما مفعلين تنبيهات اليوتيوب لانه تقريبا 30 بالمئة من المتابعين مفعلين قرص التنبيهات لكن فقط 13 بالمئة منهم اللي سامحين بالنوتيفكيشن او التنبيهات اللي تقيهم من اليوتيوب فهذه بعض الاحيان شخص يغفل عنها وما يعرف ليش ما توصل له التنبيهات تكلمت في الفيديو اللي نزل بالامس لان هذا الفيديو بينزل بكرة الفيديو اللي نزل الحين قبل شوي فلم ينزل هالفيديو بيكون قبل بيوم تكلمت عن الخطوط التقارية اللي تعتمد عليها طبعا انتهر راح نقسم اللاعبين الى قسمين قسم مهتم بالذهب او قسم مهتم بالمصانع كلها وقسم مهتم بباقي اجزاء اللعبين مثل ما تشوفوا هنا قزر الهند الام حتى ما بديتها وامس ويمكن قبل امس حتى ما زرتها الا عن طريق الفاس ترافل هنا وهناك فانت اذا كنت ما تهتم كثير باللعبين وتهتم بالرانكينج وكذا فعادي خذلك المصانع كلهم لانه هو ذا كان السؤال خذلك المصانع كلهم لكن اذا كنت تهتم بالباقي اجزاء اللعبة بالمهام الاسطورية بمهمة هذا الابست وذي المهام اللي انا ما زرتها لحد الحين فيفضل انك تاخذلك كمية من المصانع بالنسبة لي ونصيحتي انك تاخذ هذه المصانع ثمانية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وزيد التاسعة هذه بحيث انه يكون عندك خط تقاري واحد وبسيط وترقع لسانت اين هذا هو مضمون الفيديو اللي نزل قبل شوي انك تقسم الماب الى كم طريق اللي تاخذهم ليش لانك بعض الاحيان تكون ملان بعض الاحيان ما فيك بارض انك فقط تتوصل وكذا فانت اه يكون عندك خط تقاري واحد الحين باش رح ليش عندك خط تقاري واحد او عندك خطو تقارية متعددة اه تتبعها وتخلصها الحين انا عند خطو تقارية كم خط واحد هنا هذا الثاني هنا الثالث وهنا الرابع بس لما اكون ما اريد العب لما اكون ما في يوم مود لعب او ما اكون في مود تيميع اريد ألعب حقا ثانيا اه ارح واصل الخط التقاري اللي بسميه الخط يعني الـ Golding route بالنسبة لي الخط التقاري الذهبي بالنسبة لي فهذا الخط التقاري حاول انك تركز فيه في المصانع يطور المصانع هنا شوفوا المطور هذا 5 و 5 3 و 3 و 3 بطورهم اليوم وهذا 5 و 5 وبعدين مرة ثانية بوصلهم 6 هذا طبعا تنضم لخط تقاري آخر وهذا خط تقاري آخر فأنا بركز على هذا السبع وبطورهم لأبعد شيء ممكن وهذا الثانيات يعني برفعهم لفل أو لفلين أقل من الخط الذهبي بس تركيزي كامل بيكون على الخط الذهبي لأن في كل توصيل الحين لما أوصل للثلاثمية الحين ثلاثمية هنا فلما أوصل للثلاثمية بيكون 1000 و 100 لما أوصل للسانتين فهذا رقم كبير 2100 قصدي 2100 رح تطور لثنتين أو ثلاث منهم مباشرة لليفل 5 بعدين 2100 بتطور لثنتين لليفل 6 بعدين مرة ثانية بتطور لوحدة للـ 2100 بس طبعا لما توصل لليفل 6 بيكون عندك مبلغ أكبر فبهالطريقة لما تقمع تكون اكثر كفاءة بالنسبة للسؤال اود اود تروح لهذا الروت والروت ونفس الشي انك ترفع الليفلات عشان يكون المردود اكثر بالنسبة لطاولة القيادة راح اتكلم عنها في فيديو بكرة وبالنسبة للفلوس اللي تدفعها للمصانع انا اقول لك ادفع للفلوس هذا طبعا الحين لما وصلنا للفل 5 تقريبا ادفع 2000 او 4000 شيء كذا مبلغ كبير بس تابع الفيديو اللي نزلت نزلت في القناة عن قليتش الفضة اللي يكون بين هذه القزيرة وهذه القزيرة او اذا كنت مخلص اللعبة فتابع الفيديو اللي اسمه فضتك فيك لحد الموسم القادم او للموسم القادم هذا الفيديوين راح يفيدوك ويخلي الفضة بالنسبة لك حاجة لا تكترث لها شوف عندي 350 واؤدر في لحظات اجيب العدد يعني اخلي 700 وست ممية فبكده نكون وصلنا للنهاية الفيديو 5 دقايق عسان ما طولت دائما ضغطوا على زر المتابعة زر اللايك الحين تقريبا 70 او 75 بالمئة من المشاهدين ما زالوا لم يتابعوني فحاولين أن تتابعوني وتنشروا القناة عن طريق ضغط زر اللايك اكثر ويتابع الفيديوهات لحد النهاية بحيث أنه يكون بحاول يعني أن أحط المحتوى ما ممل لذلك أنتو كتبوا لي في الاقتراحات إذا في تعديلات أشكر كل اللي دعموني وساعدوني اللي اقترحوا لي اللي تكلموا عن الصوت اللي تكلموا عن الحلقات اللي يريدوها في الفيديوهات وعن طول الفيديوهات كل هذه والله أني أشكركم عليها وأتقبلها طبعا دائما شكرا لكم ونشوفكم في فيديو آخر